مرحبا كيف حالكم اليوم في هذا الفيديو سأستعرض أمامكم إضافة ترجمة محتوى أخرى اسم هذه الإضافة ويغلات ما يميز هذه الإضافة هو أن ترجمة محتوى الموقع تكون خارج الموقع فكيف يتم ذلك دعونا نرى فسنذهب إلى إضافات أضف جديد واسم هذه الإضافة ويغلات فقط سأكتب في مربع أو خانة مستطيل البحث ويغلات وسنجدها هنا فإذا بداية اسمها Translate Wordpress ويغلات Translate 30 ألف تنصيبة نشطة آخر تحديث قبل ثلاثة أشهر غير مجربة مع نسختك من Wordpress هذا هي الروم اللي علينا أن نعيد النظر بها يعني أنها لم يتم اختبارها على أحدث نسخة من Wordpress والتي أستخدمها الآن في وقت تجيل هذا الفيديو فسأقوم نقل الآن على تفعيل تم تفعيل إضافة وها هي إذا قمت بالذهاب إلى Settings هنا الخاصة بهذه الإضافة وأيضا هي موجودة في الشريط الجانبي هنا فسيقول لي أن علي أن أدخل المفتاح هذه الإضافة المفتاح أحصل عليه بشكل مجاني بكل بساطة أذهب إلى موقع ويغلات هنا سيطلب مني أن أقوم بتسجيل الدخول فلدينا هنا البريد الإلكتروني كلمة مرور تكتبها مجدداً وتقول أنا وافق على هذه الأمور وتجرب هذا الشيء طبعاً أنا لدي حساب وسأقوم بالنقل على Login وسأقوم بكتابة البريد الإلكتروني الذي أقوم بالتسجيل به وكلمة المرور قمت الآن بالتسجيل عادة عندما تسجل لأول مرة سيعطيك مباشرة المفتاح الذي ستقوم بنسخه ولسقه في هذه الإضافة أما الحالة قم بالتسجيل الدخول سأقوم بإضافة بروجيكت جديدة بكل بساطة سأسمي هذه البروجيكت Local Host وهنا سأقول أن الوебسايت الخاص به هو Wordpress قد لا تحتاجون القيام بذلك أنتم لكن أنا في حالتي قم بتسجيل الدخول وسأقول بالنقر على Next فهنا سأعطينا ال API الخاص بهذه البروجيكت فسأقوم بالنقر على Copy وأضعه هنا بكل بساطة بهذا الشكل وهنا سيطلب مني اللغة الأصلية للموقع ما هي فسأقول هي العربية فإذن ها هي وما هي اللغات التي تريد أن تقوم بترجمة موقع لها في النسخة المجانية فقط يمكننا أن نختار لغة واحدة إضافية وهذه اللغة يمكننا ترجمة 2000 كلمة بها فإذن هذه الإضافة المجانية مناسبة للمواقع الصغيرة فسأختار هنا الإنجليزية فقط وأقوم بالنقر على حفظ التغيرات فهنا يقول أن تم الآن ضبط الإعدادات سأقول Go to my front end حتى أرى الصفحة الأمامية فإذن هنا الصفحة الأمامية تلاحظها هي بالإنجليزية وهنا لدينا لاحظوا مترجم مبدل اللغات موجود هنا فيمكنني التغير مثلا بين عربية والإنجليزية فإذن لاحظوا مجرد أنني قمت بالترجمة تم الترجمة بشكل أوتوماتيكي إذا أردت ترجمة هذه الأشياء بيدي فكيف يتم ذلك؟ بكل بساطة أذهب للموقع هنا عندما قمت التشجيل به أذهب لهذا الموقع بكل بساطة أذهب لموقع ويغلت هنا فيمكنني أن نقر على Translation هنا في الأعلى وها هي فهنا تظهر لي الكلمات بالعربية وهنا مقابلها بالإنجليزية فمثلا هنا إذا أردت ترجمة هذه الجملة مثلا سر الإنجازات العظيمة بكل بساطة يمكنني مثلا هنا نسخ هذه الجملة هنا أذهب لي Search Translation هل ستظهر لي؟ نعم ظهرت لي وهنا الترجمة الأوتوماتيكية لهذا الموضوع يمكنني تغييرها فمثلا أكتب مثلا سأكتب شيء ليس له علاقة بالترجمة لنرى كيف يبدو ذلك فمثلا سأقول High Great Achievements وفقط لغير هل يوجد تظهر حفظ؟ لا يتم الحفظ بشكل أوتوماتيكي لاحظوا سيقول Saved جيد جدا فإذا الآن إذا هبت الموقع تحديث ومجرد أن أقوم بالتحديث الآن سأقلب اللغة إلى الإنجليش لنرى كيف يبدو ذلك فنذهب إلى هنا Great Achievements فهنا ظهرت لي الترجمة التي أريد وظهرت هنا الترجمة التي قمت بإضافتها من الموقع فكرة عمل هذه الإضافة أنها تأخذ الموجودة في موقعك تضعها في موقعهم موقع Weglot وتزودك بترجمة أوتوماتيكية لهذا الموضوع إذا لم تحب هذه الترجمة أوتوماتيكية يمكنك الترجمة على موقعهم للترجمة التي أنت تريد قد تفضل هذا الموضوع وقد لا تفضل أن تكون الترجمة الخاص بك على موقع آخر غير موقع Wordpress لكن إذا استخدمت هذه الإضافة يمكنك الاستفادة من فكرة ترجمتهم الأوتوماتيكية لـ Strings أيضا مشكلة بهذه الإضافة أن النسخة المجانية لا يمكنك إلا إختيار رغة واحدة وألفين كلمة يعني هنا فقط لديك ألفين كلمة فإذا قلت Back to Languages لاحظوا معي يقول أن أخذ من موقعي تقريبا ألف كلمة جيد فإذا هذا بالنسبة لطريقة ترجمة باستخدام هذه الإضافة أيضا يمكننا إضافة مبدل اللغات لهذه الإضافة من خلال مظهر قوائم فإذا ذهبنا إلى هنا فيمكننا إضافة Language Switcher اسمه Weglot Switcher موجود هنا يمكننا إضافته وإذا ذهبنا للموقع مرة أخرى وتحديث فهنا ظهر لي اللغة العربية والإنجليزية فإذا قلت اللغة العربية سيظهر لي مجددا الموقع بلغة العربية والإنجليزية سيظهر لي بلغة الإنجليزية أيضا يمكنني إضافة widget لهذه اللغة فإذا الوجات اسمه الوجات Weglot Translate إذا وضعتها هنا ويمكنني أيضا تسميتها أي شيء فإمثلا ترجمة الموقع وحفظ التغييرات إذا ذهبت الآن إلى الموقع مجددا ذهبت إلى الوجات هنا سأجد أن لدي هنا الترجمة Translation of the Sites فإذا قمت النقر على العربية لاحظوا ستظهر لي ترجمة كلمة ترجمة الموقع كما قمت بإضافتها لكن إذا قمت بالنقر على الإنجليزية سيقوم بترجمة الوجات بشكل تلقائي ويقول أنها Translation Sites طبعا متأكد هذه ترجمة أوتوماتيكية قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة جيد هذا بالنسبة لهذه الإضافة ماذا لو أردت مثلا شراء الإضافة المدفوعة فلنرى كيف يبدو ذلك ومن هنا سيمكننا تحديد الكلمات التي نريد أن نترجمها وهنا سيظهر لك السعر فمثلا هنا يمكنك إضافة 5 لغات إضافية بـ 200 ألف كلمة وهذا هو السعر الموجود هنا مثلا إذا كان 3 لغات 50 ألف كلمة هذا هو السعر هنا و لغة واحدة و 10 ألف كلمة هذا هو السعر هنا فإذا قد يكون السعر طبعا السعر غالي جدا أن يكون مثلا في اليورو لكن الفكرة أنه بالنهاية ترجمة موقعك تكون على موقعهم يعني أنت تستهلك من موقعهم ليس فقط هي مجرد إضافة تقوم بإضافتها وتستخدمها على موقعك أنت تستخدم من السيربر الخاص بهم وتحتفظ بالكلمات الترجمة الخاصة بك في موقعهم بالتالي السعر سيكون كبير على هذا الموضوع لكن بالنسبة لسهولة الترجمة الترجمة سهلة جدا باستخدام هذه الإضافة فضلا هذا كله بالنسبة لإضافة وي إيغلاد هل أوصي بها؟ أنا شخصيا لا أحب أن تكون ترجمة موقعي في موقع آخر يعني عملي كله أن يكون في موقع آخر لا أحب ذلك لا أفضل ذلك لكن إذا كان موقعك مثلا صغير وبسيط فقط ألفين كلمة بالموقع فلماذا لا تستخدم هذه الإضافة؟ أعتقد هي مناسبة للمواقع الصغيرة جدا والمحتوى الخاص بها صغير جدا جدا والمواقع التي لا تحدث باستمرار يعني مثلا كمدونة أعتقد ترجمة مدونة باستخدام ويغلاد لن يكون مناسب لأن المدونة دائما تزيد من عدد كلماتها ومحتواها أما بالنسبة لموقع استاتيك بسيط موقع لشركة بسيطة فيها معلومات عن هذه الشركة إضافة ويغلاد جدا مناسبة لهذا الموضوع هذا من وجهة نظري ويبقى الخيار لكم إذن هذا كله لهذا الفيديو وألقاكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر